وزي ما قلت دايماً التحضير قبل المباراة بيبقى تحضير على مستوى عالي جداً وده شفناه قبل مباراة الوداد الأولى التحضير على مستوى عالي جداً كمان عايزة طمّن جمالي النادي الأهلي أن التحضير لمباراة يوم الجمعة إن شاء الله كمان على أعلى مستوى التحضير هايل جداً جداً واللعيبة كلها الحمد لله يعني عندها نوع من الثقة ونوع من الهدوء ولكن كمان نوع من احترام القسم ونوع من الإسراء إن شاء الله نحن نوصل للمباراة النهائية يعني خلينا نتكلم بكل عقلانية آه نادي الأهلي تقريبا نحط رجليه على المباراة النهائية لكن إن شاء الله المباراة مهمة المكسب فيها كمان مهم المكسب مهم لأن كمان ممكن ناس تتكلم آه طب نتعادل أو نتعادل لا إحنا نادي الأهلي والنادي الأهلي بيكسب بر أرضه وكمان يكسب جوه أرضه إن شاء الله لازم نكسب المباراة دا بشكل كويس وأداء يطمننا للمباراة النهائية إن شاء الله ويكون يعني كمان استعداد للمباراة النهائية إن شاء الله أيا كان طرف المباراة النهائية هيكون طبعا كل التوفيق طبعا الناد الزمالك كمان هو حق نتيجة إيجابية في فوزه على رجاء 1-0 نتمنى له طبعا التوفيق في مباراة العودة خلينا نروح لأخبارنا يا سيهم والكابتن محمود الخطيب زي ما كنا بنتكلم عليه إنه هو كمان يعني احنا عندنا اتنين جماعية عمومية الكابتن الخطيب النهاردة بيعمل جولة تفقدية في الناد الجزيرة والإنشاءات ده ضمن الخطة الإنشائية اللي وضحها مجلس الإدارة وكنا اتكلمنا عليها هنا في البيت الكبير طبعا كابتن الخطيب كان في مرافته عمل جولة كان موجود في الشيخ زايد وكمان في مدينة ناصر كان معاه طبعا خالد الدرندلي ده طبعا أمين الصندوق وكان معاه المهندس محمد سراج الدين عده مجلس الإدارة وكمان طبعا العميد محمد مرجاني المدير التنفيذي والمهندس سامح علي كامل ده المستشار الهندسي طبعا كابتن الخطيب بيحرص دائما على تفقد الأعمال والتطوير بالبوابة الرئيسية وبيتعرف على التفاصيل الخاصة بالعملية الإنشائية وكمان مهم جدا بالنسبة لمجلس الإدارة وكابتن محمود الانتهاء منها في أوقات اللي هم أعلنوها لأن ده برنامج محطوط بأجندة معاد معينة برنامج عائلة الأهلي طبعا آه بالضبط كمان عايز أقولك سهم إن كابتن الخطيب يعني ما شاء الله عليه يعني ومجلس الإدارة كله يعني كلهم نشاط وكلهم من كابتن من المغرب بيرجع على الإنشاءات في مدينة نصر وبيروح الشيخ زايد والنهاردة مجهود في الجزيرة فمجهود كبير جدا بيقوم من مجلس الإدارة طبعا برأس الكابتن محمود الخطيب لم يهدأ منذ عودته من المغرب كابتن محمود الخطيب زي ما حضراتكم شايفين مبارح كان في فرع مدينة نصر كان بتفقد الأجواء هناك والجراج اللي هيتم خلاص في خلال ست شهور قلنا أنه هيساعي تقريبا ما يقارب الميد سيارة النهاردة في الجزيرة زي ما انتوا شايفين الأعمال الإنشائية بيشوفها مهندس خالد الدرندالي أهو كمان في الصورة إنشاء صيدلية كمان هتكون جوه النادي علشان طبعا تخدم أعضاء الجامعية العمومية وزي ما انتوا شايفين يمكن ده جزء حتى من ده جزء آه يعني من الانشاءات الجديدة اللي بتتم دخل الفرع في التتش طبعا تطوير مدرجة التتش الجديدة النهاردة كمان كان يمكن بيرفقه طبعا العميد محمد مرجان ومهندس سامح علي كامل مستشار الهندسي كان الكابتن الخطيب بيختتم جولته بأنه تفقد أعمال التطوير زي ما قلنا لحضركم جميع الانشاءات الأعمال الانشائية وفقا للخطة الزمنية اللي هم وضعوها في البداية خالص من وقتا ما جم لتولي إدارة أو مسئولية النادي الأهلي عشان يخدموا الأعضاء وينتهوا من عمليات الانشاءات والتطوير اللي وعدوا بيها أعضاء الجامعية العمومية في التوقيات التوقيتات المحددة فالحقيقة كابتن محمود يعني راجل من خلال الصور دي مش بحتاج كلام كتير أنه عاشق للكيان راجل مخلص بيحاول حقيقة أنه يبزل كل ما يعني ما لديه علشان يوفر كل السبل طبعا لراحة أعضاء الجمعية وزي ما أكلمك سهم كمان الجامعية العمومية في النادي الأهلي أو أعضاءها هم يعني المنتمين إلى كل الفروع إذا كانت نقرأ زايد وأكتوبر والجزيرة وإن شاء الله قريب حيبقى التجمع الخامس يعني كابتن الخطيب كمان مش ناس داية وزي ما بنقول الجماهير الأكبر والشعبية الأكبر للجامعية العمومية اللي خارج الأندية خارج فروع النادي الأهلي ومتابعة كابتن الخطيب أو مسئوليته عن ملف كورة القدم دا كمان جزء كبير جدا 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 الاهتمام بيه بشكل أكتر من رائع شفنا دوت من خلال تواجده مع البعثة وتواجده مع اللعيبة في الملعب في المحاضرات وحتى هم بتناولوا الأكل فعايز أقول لي أن المجهود اللي بتعامل من مجلس الإدارة أعتقد مجهود واضح جدا جدا للجامعية العمومية إذا كانت داخل داخل جدراني النادي الأهلي المتمثلة في التلات فروع في الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد وكمان على مستوى الجامعية العمومية الأكبر اللي هو جماهير النادي الأهلي المهتم أكتر بشأن الكورة القدم واهتمام مجلس الإدارة بملف كورة القدم والحمد لله لغاية دلوقتي يمشيين بشكل أكتر من رائع وصول للإنشاء الله المبرارة النهائية في البطولة الأفريقية للحصول على بطولة الدوري لسه موجودين في الكاس اختيار موسماني في وقت أكتر من رائع لمجلس إدارتنا على مستوى الإنشاءات للجامعية العمومية اللي داخل جدران وأسوار مقرات النادي الأهلي وعلى مستوى الجامعية العمومية الكبيرة مشجيع النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي في تطوير بيتم وفي حاجات جديدة بيتم استحداتها مرة أخرى بنتكلم هنا عن المستوى يمكن على المستوى الخدمي بالنسبة لأعضاء الجامعية العمومية وجماهير النادي الأهلي إن شاء الله وعلى المستوى الرياضي إزاي ما أنت تحدثت واختيار موسماني في التوقيت ده راجل عنده التجربة والخبرة دي في أفراقيا فده مهم جدا